وقعت الأكاديمية الوطنية للتدريب بروتوكول التعاون مع هيئة قضايا الدولة بحضور المدير التنفيذي للأكاديمية دكتور راشا راغب ورئيس هيئة قضايا الدولة أبو بكر الصديق حمد البرتوكول يأتي تتويجا للشراقة التي بدأت منذ عدة شهور بتدريب عدد من المستشارين بهيئة قضايا الدولة بلغ عددهم 1056 مستشارا كذلك ستقوم الأكاديمية في ظل خطتها التدريبية وبتكليف من هيئة قضايا الدولة باستكمال تدريب أعضاء الهيئة بمختلف درجاتهم الوظيفية إيمانا بالدور التدريب في سقل المهارات الشخصية والمهنية كما يشمل البرتوكول العديد من أولوه التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسستين